استناداً على الوعد اللي غطعت على نفسي بمتابعة الغانون خفض سن التقاعد وتزويد الناس بالتفاصيل اليومية لكل مراحل تطوره أنا كنت انتظر هذا اليوم الموافق 14-6 لأنه يكون قد انقضى 30 يوماً على أقرار الغانون لكن واضح تماماً بأن لا زال هناك فترة متبقية استناداً على الغانون أنه ممكن يكون هناك رد للقانون ولكن سيكون هذا الرد مع الأسف أقولها بعد انتهاء الأيام الدورة البرلمانية حتى لا يغرها النواب بأقلبية 44 صوت وهذا سيفوت علينا الفرصة في أقلبية 44 صوت لكنني بإذن الله وبعون الله وأستمد القوة منه ثم من جميع الزملاء النواب المشكورين اللي وافقوا على القانون أن سنقر في مطلع الدورة المقبلة بأقلبية عادية 33 صوت وذلك استناداً على الدستور اللائحة الداخلية احنا كنا في حالة ترقب وأنا آسف أني أنقل مثل هذه الأخبار السيئة للناس لكن مع الأسف هذا هو الواقع وأنا وعدت الناس بأن يقدم لهم التفاصيل بشكل واضح ومحدد وبكل شفافية انتظرت ورداً على أسئلة كثيرة قدمت لي انتظرت طول الثلاثين يوم حتى أعرف الأمور وين رايحة وبأي اتجاه وقد انتهت الثلاثين يوم لكن حسب ما وصلني أو بلقني اليوم التقيت مع الخبيل الدستوري في الأمانة العامة لمجلس الأمة ومع سيد الأمين العام بأن المجلس أحال الغانون إلى الحكومة بتاريخ أربعة ستة وبالتالي هناك ثلاثين يوماً متبقية وبالتالي هذا سيعرضنا إلى نهاية الدورة البرلمانية أنا غير سعيد بهذه الأخبار أنا هنا أؤكد وتأهد بمتابعة القانون بشكل يومي وهذه رسالة مني إلى زملائي المحترمون أعظام مجلس الأمة والرسالة أيضاً موصولة للسادة في الحكومة ما كان يجب هذا التأخير كله وهذه القضية ما هي قضية سياسية حتى يكون في عليها خصام أو مناكفة ما بين الحكومة والمجلس هذه قضية بسيطة إنسانية تتعلق بنواحي اجتماعية وتوفر الفرص عمل للناس وأنها عذبات من أمضوا سنوات طويلة بالخدمة وكان يفترض أن تكون هناك مبادرة من الجانب الحكومي لكن مع الأسف الحكومة خذلتنا في هذا ولم تتعاون معنا وفق النص المادة خمسين من الدستور لكن لا زال هناك فرصة ونتأمل في الغريب إن شاء الله ومع مطلع دور الإقاد أن نغره في أول الجلسات ويكون نافذ وأنا أختتم تصريحي بحمد الله والثناء عليه والتقدم لكم ولجميع الأمة الإسلامية بالتهاني بقدوم عيد الفطر السعيد وأعلن وأؤكد التزامي بمتابعة كل تفاصيل القانون وأطلعكم عليه بشكل يومي وواضح وشفاف بدون أي مناقصات أو بدون أي رتوش أنا حقيقة متألم بشدة لهذا الإجراء لكن هذا ما قدر الله عز وجل ونحن لن نفقد إيماننا بالقانون وسنظل مستمرون وعازمون ومتوكلون على الله وسنقره وموعدنا قريبا إن شاء الله بإذن الله وكل عام منكم بخير